كل اللعيبة بيعملوا كده يا أحمد يعني أنا عارف أن أنت يعني قريب قوي من كل الرياضيين في النادي الأهلي في كل الرياضات يعني وبشكل يومي بتتقابله وبتعوضوا مع بعض وكذا فأنت من أكتر الناس اللي ممكن تبقى لمسة القواسم المشتركة بين لعيبة النادي الأهلي في الرياضات المختلفة سواء رياضات جمعية أو فردية كل عنده نفس القدر من الشغف كل عنده نفس القدر من النهم أنه عايز يحقق المزيد والمزيد من الإنجازات طب عايز أقولك على حاجة كريم ومعلومة مهمة جدا يمكن إحنا مثلا إيه أمثلها لك بكرة الطائرة كرة الطائرة إحنا طبعا عارفين إن هي أشواط طبعا اللعيبة لما بتكسب تلاتة واحد مثلا هم ما كسبوا هم بيزعلوا على الشوت بيزعلوا على الشوت اللي خسروا يعني هم مش فرحانين بالفوز يعني خلاص هو خلصة المباراة بفوز النادي الأهلي تلاتة واحد هو زعلان على الشوت فهي هي دي لعيبة النادي الأهلي لعيبة النادي الأهلي لما الواحد بيتكلم معهم دايما ويبقوا مثلا خسرانين أو شوت أو طبع كسبان مثلا بس كسبان بفرق هدفين تلاتة اربعة هو بيبقى زعلان برغم من إن هو فايز برغم إن فيه مثلا أندية تانية ممكن لو كسب خلاص بيعمل احتفالاته فارح بلدي بتنزه إنما النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي عارفين قدر وحجم موجودهم في النادي الأهلي وعارفين كم الضغط اللي عليهم وعارفين إن الجماهير النادي الأهلي ما بتقبلش غير بالفوز وغير بالبطولات فهو ده يعني اللي بيميز لعيبة النادي الأهلي عن أي لعيبة تانية في أي أندية أخرى في الفترة الأخيرة وبشكل لافت للنظر وبشكل يكاد يكون مكثف جدا اسم كابتن خالد العوضي دايما بيتردد مقترنا بالإشادة وفكرة إن وجوده في المنصب اللي هو موجود فيه كان ليه إنعكاسات كتيرة طيبة على كل الرياضات في النادي الأهلي أكيد طبعا يعني أنا عايز بس قبل ما أتكلم عن كابتن خالد العوضي عايز أتكلم على مجلس إدارة النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي اللي وفر للألعاب الجماعية يعني إحنا مش بنتكلم عن الألعاب الجماعية بس هو موفر لكل الأنشطة وكل يعني النادي الأهلي كل حاجة بيحتاجة يعني مش في كورة القدم بس لا موفر للنادي الأهلي في الألعاب الجماعية موفر الدعم الكبير يعني كل متطلبات وكل احتياجات الأجهزة الفنية بيتم توفيرها على أقصى سرعة يعني كل حاجة بيحتاجة النادي الأهلي والمراكز اللي بيبقى عايز الأجهزة الفنية يتم التدعيم فيها بيتم توفيرها بسرعة وبأحسن العناصر وده أنا بشوفه أنه ده تخطيط ناجع لمجلس إدارة النادي الأهلي في دعم طبعا للألعاب الجماعية طبعا لو هروح بقى ندعم مجلس إدارة النادي الأهلي ممثل طبعا في الكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي اللي الكابتن خالد العوضي بصراحة يعني نحلة زي ما بقول يعني طبعا مع حفظ الألقاب موجود دايما مع اللعيبة موجود دايما مع الأجهزة الفنية اجتماعات متواصلة صراحة وكمان مش ده بس يعني مش الاجتماعات وأنه هو بيبقى موجود مع اللعيبة وبيدعمهم لا موجود في المدرجات بيشجع زي واحد من جماهير النادي الأهلي فبصراحة عامل شغل محترم جدا قعد واجتمع مع الأجهزة الفنية ووفر هي الفكرة هنا أس كريم في الاختيارات أنه أنت النادي الأهلي مش بيدور على أنه هو يجيب كم لعيبة وخلاص النادي الأهلي بيدور على المركز اللي هو ناقص عنده وبيتم التدعيم فيه فالاختيار من البداية من بداية الموسم وطبعا بعد اجتماعات كبيرة جدا مع الجهزة الفنية لكل الألعاب تم اختيار طبعا عناصر جيدة وعناصر إن شاء الله تكون إضافة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية يعني شفنا منهم طبعا مجموعة في الدوريات اللي بدأت ولسه هنشوف اللي جاي بإذن الله واللي جاي إن شاء الله في النادي الأهلي هيكون أحسن طبعا بعد تدعيم النادي الأهلي بكل الصفقات دي نحن عندنا في الألعاب المختلفة في النادي الأهلي فيه رياضات منها المدراء الفنيين أو المدربين اللي فيهم مدربين مصريين وطنيين وفي رياضات تانية عندنا مدربين أجانب هل ملاحظ أي فرق يسكر ما بين الفرقة أو الرياضة اللي بيدرب فيها مدير فني أو مدرب أجنبي بالمقارنة بالمصري أكيد لا يعني في النادي الأهلي أنا لو هتكلم على الأجهزة الفنية أو المدرين الفنيين للألعاب الجامعية سواء الأجانب أو المصريين ده كل مدير فني بيقدم المطلوب منه وبيقدم على أعلى مستوى بصراحة ودي من وجهة نظري أن أنا شايف المدرب المصري اللي موجود فيه النادي الأهلي ناجح زي وزي المدير الأجنبي المدير الأجنبي بيحققوا بدليل أن الاتنين حققوا إنجازات كتير يعني الاتنين أسبان اللي هم أجوستي وديفيد ديفيز وطبعا منذ المدير الفني الجديد للكرة الطائرة رجال اللي لسه طبعا إحنا ما شفناهوش لسه مع الفريق هو عمل طبعا اجتماعات مع الفرقة وكان فيه فريق وكان فيه طبعا إعداد للفريق استعدادا طبعا لخوض المنافسات في الفترة اللي جاية فأنا من وجهة نظري شايف إن المدرب المصري في النادي الأهلي ناجح زي وزي المدرب الأجنبي فاكر اليوم الحلوة ده؟ أه طبعا ده يوم ما نقدرش طبعا ننسى وجود طبعا دايما حقيقي كان يوم جميل حقيقي يعني فعلا فخر لكل الأهلي إحنا إحنا دايما يا أس كريم لما بنشوف النادي الأهلي بيتوج ببطولة بنكون سعداء وبنكون فرحانين طبعا أس خليني برضو أقولك إن إحنا مجرد ما بنفرح بندور على البطولة اللي بعدها أه خلاص بنقفل وبندور على البطولة اللي بعدها أيها دي ما دي حاجة بتفرهد الجمهور يعني طب أدونا يومين نفرح فيه وبعد كان نبقى نقلب بالصبح ده حتى يعني إحنا لو روحنا لحتة كولر قبل كده أتكلم وقال إن أنا بحتفل مع جمهوري النادي الأهلي بالبطولة وبيطلبني بالبطولة اللي بعدها طبعا يعني ما دنيش فرصة حتى إن أنا إيه أقعد شوية صحيح بيطلبوا بالبطولة وهو ده النادي الأهلي النادي الأهلي مختلف عن أي نادي آخر تعالى بقى إيه نقف عند لعبة لعبة ورياضة رياضة في النادي الأهلي أكيد رجال وسيدات وتعالى تخلي بدايتنا بريق كرة اليد كرة اليد يعني كرة اليد رجال وسيدات بدأوا الموسم طبعا بشكل مميز بدأوا الموسم بشكل ناجح النادي الأهلي لكرة اليد رجال حق بطولة أفريقيا في بطولة طبعا مهمة وبطولة النادي الأهلي دايما بيعشقها فالنادي الأهلي بدأ طبعا اليد رجال واليد سيدات كانوا بيشاركوا في البطولة الأفريقية لكن طبعا اليد سيدات اللي قدموا طبعا مباريات مميزة لكن حققوا طبعا مركز رابع في البطولة لكن إن شاء الله اللي جاي أحسن فريق اليد سيدات متدعم كويس جدا عندنا لعيبة وعناصر مميزة جدا إن شاء الله وطبعا ماشيين في الدورة بشكل كويس جدا ومحققين كل البطولات حتى الآن كمان اليد الرجال بيحقق بطولة أفريقيا وطبعا بنبريك له ونقول له ألف مليون مبروك